والمجتمعات الإسلامية مجتمعات تكافلية يعني يريد لو تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن فضل الصدق للأيتام والمساكين والأرامل بسم الله يتوكلنا على الله ولا حول ولا قوتي إلا بالله الإسلام حس كثير في آيات القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على رعاية الأيتام والأرامل والمساكين والتصدق عليهم من الأحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر رواه البخاري ومسلم الساعي على الأرملة والمسكين يعني بيسعى في كسب الرزق الحلال ويأكل نفسه ولاداته بنياته وزيد من حاجته أو من حاجته يساعد الأرملة المتوفي زوجها والمسكين والما عندشي ده سوابه زي سواب الزول بيجاهد في سبيل الله وسوابه قدر سواب الزول بيصلي بالليل ما بيرقد وسوابه قدر سواب الزول بيصوم بالنهار ما بيفطور شو الفضل العظيم يبقى ولذلك حديث كثيري فضل الصدق منها قال عليه عبد الله الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وفي حديث تاني قال ما نقص مال عبد من صدقة صدقهم تنقص المال وحديث عظيم جدا في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشيهم ولا ظل إلا ظل قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفغ يمينه برضو حديث تاني في الماء الصدقة عن عقبة من عامل اليهاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مريء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم قال الحفظ المنزري الحديث صحيح حديث ده فيه بشارة عظيمة لكن الناس ما حسن بيها البشارة العظيمة انت في مدة حياتك بتساعد الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء مما لك الخاص الصدقات ده كل مدة حياتك يوم الغيامة تجمع ولما ربنا يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في أرض المحشر وأرض المحشر ملسي زي الطربيزة دي وتنزل ملاكة السماوات السبع يحط بالخلاق من جميع الجيهات وتنزل الشمش في قروس الخلاق مسافة ميل واحد بس والناس يكونوا في الأرض واكفين حفيانين إريانين لا يأكل الله يشرب لا ينام في الوقت الصعب ده والحر الشديد ده المال اللي انت صدقت به في مدة حياتك هي يجبك زي المظلة يظلك من حر الشمش ويبضل مظلك لقاية ما يجي الحساب والناس تحاسبوا وانت تتحاسب وده كل انت في ظل الصدقة بتاعتك نعيد الحديث ثاني عن عربة من عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مريء في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس شوء البشارة العظيمة